ما خطرش على بول حضرتك تسأل نفسك مرة السؤال ده ليه بني إسرائيل سابوا أرضهم في الشام وسبوا أجدادهم وهجروا مسافات شاسعة لغاية لما وصلوا لأرض العرب وقعدوا تحديدا في يثرب وخيبر أكيد في علل كده وأنا حقول لحضرتك عليها دلوقتي هو هو نفس السبب اللي خلى سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه يترك أهله ودينه والثراء ورغد العيش ويبحث عن الدين الحق كل هذه المسافة كان سيدنا سلمان الفارسي من بلاد فارس وتحديدا من أصفهان وكان أبوه بيحب حب شديد لدرجة أنه حبسه في المنزل وصل سيدنا سلمان الفارسي في المجوسية المرتبة عليها جدا لدرجة أنه أصبح قاتل النار وقاتل النار دوره أن النار دايما تكون مشتعلة لا تخب ولا ساعة وفي يوم أمر والده بالذهاب إلى الضيعة لبعض الشؤون وفي طريقه مر على كنيسة وسمع أصوات عجيبة من داخل الكنيسة فدخل ليرى ماذا يفعلون فوجدهم يصلون وعجبته صلاتهم ومكث معهم إلى غروب الشمس إلق أبوه جدا عليه وبعث في طلبي في كل مكان ولما وصل إليه سأله يا بني ما شغلك عن ما أمرتك به ولما عرف سبب التأخير قاله ليس في ذلك الدين خير ولكن دينك ودين أبائك خير منه ولكن هيهات فقد عرف سلمان الفارسي طريقة الحقيقة فقال كلا والله إنه خير من ديننا ومن شدة حبه الإبن قياده في رجله وحبسه في المنزل لكن سيدنا سلمان الفارسي كان خلاص عرف الطريق وكرر أنه يترك بايت أبيه ويذهب إلى الشام وصل سيدنا سلمان الفارسي إلى بلاد الشام وسأل عن أفضل عالم بهذا الدين فدلوه على أسقف نصراني رح للأسقف النصراني وقال له أنه يريد الدخول في هذا الدين ويريد أن يختمه ويتعلم تعاليم هذا الدين فوافق الأسقف النصراني وسريعا ما اكتشف سيدنا سلمان الفارسي أن هذا الأسقف مجرد لس سيء محتال يأخذ أموال الناس بالباطل باسم الدين وبعد ما مات كشف سيدنا سلمان الفارسي هذا المحتال ودل الناس على مكان النقود ثم جاء أسقف جديد إلى الكنيسة ولكنه كان رجلا صالحا فتعلق سيدنا سلمان الفارسي بهذا الرجل الزاهد العابد الصالح ومكث معه فترة ولما اقتربت منياته دلهه على رجل في الموصل ذهب سيدنا سلمان الفارسي إلى الموصل ومكث مع الرجل الصالح فترة حتى اقتربت منياته فدلهه على رجل صالح آخر المدينة المرة كان اسمها نصيبين ولما اقتربت منية الرجل الصالح دلهه على رجل صالح آخر في مدينة تسمى العمورية في تركيا ولما اقتربت منية هذا الرجل الصالح سأله سيدنا سلمان أن يدله عن رجل صالح يذهب ليتعبد معه فقال له يا بني لا أعلم رجل أدلك علي ولكنه قد أظل كزمان نبي يبعث على دين إبراهيم ودل على العلامات النبي ده من الكتاب المقدس أنه يخرج من أرض العرب ويهاجر إلى مدينة ذات حرتين الحرة اللي هي سلسلة من الجبال وبينهما نخل ودل على العلامات النبي فهو لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة حضرتك عرفت دلوقتي لي بني إسرائيل تركوا الشام وذهبوا إلى يثرب وخيبر أكيد بسبب العلامات والدلال اللي كانت موجودة في الكتاب المقدس واللي كانوا مؤمنين بيها وعلشان كده راحوا ليثرب وخيبر جزاكم الله خيرا